مشاهد العنف والخراب الذي عاشته البلاد خاصة بعد 2014 مع احتلال تنظيم داعش لعدد من المدن لا زالت تؤرق العراقيين وتثير مخاوفهم من عودتها فرغم حالة الاستقرار الامني الذي تعيشه البلاد اليوم إلا أن هجمات بقايا التنظيم على المناطق الحدودية والاغتيالات في بعض المدن والتي كان آخرها حادثة اغتيال المؤثر نور محمد بي أم توحي باستمرار حالة العنف المتكرر في المشهد العراقي يعني إذا ما تحدثنا عن المشهد الامني في عموم العراق فإنه يشهد استقرار نسبي وليس مطلق وأيضا لدينا مخاوف من عودة مثلا العنف أو التفجيرات أو المشاحنات في الشارع خبراء وأمنيون يعزون أسباب استمرار العنف إلى انتشار السلاح المنفلت والذي يقع تحت سيطرة جماعات إرهابية وميليشيات مسلحة إضافة إلى العشائر وبين هذا وذاك يقى السلاح المنفلت معضلة بلا حل في أجندة الحكومة في العراق حقيقة هناك الكثير من السلاح بيد العشائر وهذه العشائر قد تستهدوها في عمليات الثأر والخلافات التي تحصل بينها وبالتالي أنا أعتقد كل هذه القوى الأخرى التي تكون خارج المؤسسات هي تعتبر من مقوضات النظام السياسي ومقوضات الحكومة ومن مضعفات الدولة ومؤسساتها غياب التوافق السياسي لإنهاء المظاهر المسلحة وضع القوات الأمنية العراقية أمام تحديات كبيرة بين مطرقة محاربة الإرهاب وسندان الميليشيات المسلحة وسط دعوات محلية ودولية بفرض سلطة القانون ومحاسبة الخارجين عنه نحذر من حدوث أي خلاف سياسي بين الكتل السياسية لأن أصبحت هناك قاعدة جماهرية تقول أن نتفقوا وصرقونا ونختلفوا وقتلونا لا نريد أن هذه العبارات تعاد مرة أخرى في الواقع العراقي وكانت وزارة الداخلية العراقية قد منحت المقاولين والتجار وأصحاب محل الذهب والصيرفة فقط إجازة حيازة وحمل السلاح ورغم شروع وزارة الداخلية بتطبيق استراتيجيتها لحصر السلاح بيد الدولة إلا أن ما تمتلكه الفصائل المسلحة والعشائر ما زال هاجسا قائما لصعوبة انتزاعه محمد الجميل الحرغة محافظة الأنبار